وعلي أول سؤال شناوي موجود في مطش الترجي ولا مش موجود؟ وموجود دي أعصد بي عشان برضو الكلام يبقى واضح مش شرط يكون أساسي ولا دكة بس أعصد إنه موجود في المباراة ولا لا هو يعني بنسبة 100% حسب اللي عندي الشناوم سافر مع البيعسة تونس موجود مع الفريق بيتمرن بشكل كويس جدا جاهز للمباراة مين يلعب؟ مين ما بيلعبش؟ معلومة إنه مصافة شبير هيلعب بنسبة كبيرة جدا هو حارس مارمى النادي الأهلي في النهائي وده الكلام اللي يمكن قاله مرسيل كولر لمحمد الشناوي اللي عم متفاهم الكلام ده شناوي موجود في تونس هيبقى موجود على مقاعد البودلاء ودي مش حاجة لا تعيب الشناوي ولا تعيب أي حارس مارمى هنشوفنا لسه في ماتش باير ميونيخ وريل مدريد كورتوة واحد من يعتبر أفضل حارس مارمى في العالم أعلى اللون إنه عادي بالضبط أعلى اللون إنه وقاين بيحتفل وبيشجأ لسه قلت قولك وأول مدربات الجزاء قام احتفل وفي الملعب وماتش إيه ده بيلعبوا بيرن وسيمي فاينال والعالم كله بيتفرق فهنا دور القائد هنا دور اللعب الكبير اللي بيبدي مصلحة الفريق على أي مصلحة تانية وده المتوقع من محمد الشناوي وقدر الشناوي أنه يكون كابتن الفرق اللي لما حصل هزة كده ومشكلة بعد ماتش الأهلي ومزينبي كان هو اللي قاعد في المحاضرة هو اللي بيتكلم عن اللعيبة وهو اللي بيقول لهم فلان غلت وفلان مغلتش وكان مفهود نعمل كذا يعني أي واحد في مكانه في الوقت ده وعندنا فاينال دورة أبطال أفريقية بطولة كبيرة جدا قدام فريق اللي هو باع كبير جدا في البطولة بحجم التراج التونسي فده الطبيعي يبقى موقف الشناوي بس جاوه بقى جاوه أنه هو أصله زعلان أصله عامل مشكلة أصله عامل خناها أصله عامل طيب تعالي نتكلم بصراحة مفيش لعيف في العالم عايز ينجح مش هيزعل أنه هو يقعد احتياطي في أي مرش خاصة لو إيفنت كبير زي ده بالظبط بالذات حراس المرمى كمان في مقولة ده يقولك مفيش حراس المرمى بيحبه بعض بالذات لم يكونوا بيتنفسوا مع بعض صوافة عندها ومنتخبات هنا الشنابي يختلف بس أنه هو كابتن فرق فبعنده مهام مختلفة شوية كون أنه هو فيه لعيب تاني بينفسه أو لعيب تاني بيلعب مكانه وكلام ده فالكابتنة دي أو شرط الكابتن دي مسؤولية بالظبط مسؤولية كبيرة وبالذات في التوقيت ده كريم والجمهور بيبقى واعي والتاريخ ما بيرحمش هيتقال إن الرجل ده في الوقت ده دعم الفرق بس أبالي عشان الكلام يبقى واضح زي علاية إنه ما بيلعبش ده منطب ده الطبيعي الزي علاية تحاول لأي مشكلة لا لا خلص بدليل ده زي بقولك هيبقى موجود مع الفريق إن شاء الله في رحلة تونس بكرة الفريق عنده تمرين الساعة 4 العصر كده هيطلعوا على المطار في طيارة خاصة يعني برئاس كابتة عمودة خطيبة على تونس فالراجل موجود ومن أول اللعبة إن شاء الله يبقى موجودين مع الفرقة وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكررهم زي الزمالك كده ما عمل نتيجة كنت يعني شاف إن زي ما كان ممكن يحقق نتيجة أكبر من كده والمطش كان في المتناول بس الهدف اللي يمكن تسجيله والسيف الدين الجزيري سهل الأمور بنسبة كبيرة عزي ماك فأتوقع إن شاء الله الأهلي ربنا وفا ومحمول النتيجة نوعا ما تطمن قبل مباراة العودة هنا في القاهرة طيب